موسيقى من مهارات ميكاسة والقليل من صرخات فيلق الاستطلاع وجنود باراديس بشكل عام مع موسيقى جدا جميلة وحماسية والبعض من تقطيع الرقاب وتفجيرها والكثير من الارواح اللي رقدت بسلام من ضمنها روح القائد بيكسس وللأسف الكثير من مؤخرات العمالقة الهمجين أتوقع هذه أكثر حلقة شفنا فيها مؤخرات عمالقة اليوم في كذف كثير واحد معلقناك واحد ندنق إيش في يا مضيير أرحمونا يا جيخ خلونا نقول إن حلقة اليوم بمثابة استراحة محارب لنا كمتابعين من الحلقة الأولى إلينا الحلقة الماضية وإحنا ما في اللجل وتقطيع قتل وتمزيق وتحول ومسارات وذكريات قريشا وإيرن والمسارات ويومير والعملاق المؤسس والعملاق المدرمين يا ساتف كنا نحتاج صراحة البريك هذا نسلك لأنفسنا لا يعني الحلقة كانت إيش محطة استراحة كذا نروق نشرب شاي عليها ونقفلها وإحنا إيش عندنا بعض الأسئلة ولكن في نفس الوقت هيئتنا لما هو قادم لأنه إيرن يا جماعة وعمالقة الدك اللي معاهم قاعدين يلعبوا غميضة ولا هم رايحين يلعبوا طايرة في استاد الملك فهد لا رايحين يدكوا أم العالم فطبيعي اللي راح يكون قادم في الحلقات الجاي بيكون شيء مرة مخيف ومرعب أو شيء ما أحد متوقع إيش هو بالضبط كل اللي نقدر نقوله بس إلهي يستر منك يا إره إره وإيش فيه في مراجعة اليوم عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيه راح نطرح مجموعة أسئلة وبرضه راح نحاول بتفاهة إننا نجاوب على هذه الأسئلة ليش قلت بتفاهة يا وجيه لأنه غالب أسئلتنا وتحرياتنا نرميها عرض الحائط وتحت أرجل عمالقة الدك أن تطلع شيء مختلف تمام ولكن إيش شرف المحاولة ما هو غلط بالعكس المحاولة والتحريات والتحليلات هذه هي لتعطي متعة إضافية لمتابعة هذا الأنيمي العظيم فلذلك أسئلتنا اليوم راح تكون كالآتي السؤال الأول لماذا إره ألغى قوة التصلب من جميع العمالقة وترك العمالقة الهمجيين يعيثون في بردايس فسادة السؤال مرة مهم بنجاوب عليه أو بنحاول نجاوب عليه السؤال الثاني إيش راح تكون خطة أرمين وجان وميكاسا ومن معهم بعد ما شافوا إره نفذ خطة مختلفة غير اللي كانوا متوقعينها لأنه شفنا تقريبا تضاد في وجهات النظر ما بينها هل نوقف إره ولا نخليه يدك أم العالم ثلاثة إيش راح يكون مصير ضعيف الله فالكو بعد ما جلسوا يتنقل وكل واحد يشيلوا في يده زي الدمية إيش فيه هو الولد كذا مرة صغيرة ولا أنتوا نسيتوا أننا متابعين يعني نحتاج شوية تحترام هذا يشيلوا ويفقع والثاني يأخذوا منه لا آتوا أنا بفقع أربعة يلينا وفلوك وإيش راح يكون مصير المتطوعين وكل من هم ضد خطة إره لأنه تقريبا المتطوعين بالذات بعد فشل خطة زيك لأنه يلينا وزيك مرتبطين بخطة والخطة هذه يتبعها المتطوعين فتقريبا بعد اللي صار اليوم ممكن خلاص المتطوعين ذولي إما يختفوا يعني كذا يتم تهميشهم من القصة بنشوف بنسولف على موضوع ذا إيش بيقوم تجاوبنا خامسا والقطع طاريه زيك وين هو بوه زيك هل هو في المسار ولا هو مات ولا إيش الهرجة ولكن أحب أقول لكم أنه في مشهد خلانا نتوقع وين ممكن يكون زيك في هذه اللحظة سادسا وأخيرا آني وخروجها أخيرا من بيضة أو صدفة التصلب اللي جلست فيها إلى سنوات طويلة هل راح تعي آني الفوضى اللي حصلت خلال الكم سنة اللي جلست فيها متصلبة وسؤال كمان إضافي يراودني هي كيف كانت تتغذى داخل القوقعة هذهك يعني افترض لو طلعت الحين بتكون مارة نحيفة إلا لو في جواب لهذا السؤال بس أنا ناسي فخلونا نبدأ الفيديو يا جماعة ونحاول نجاوب على هذه الأسئلة ولكن قبلها خلوني أذكركم بالراعي الرسمي واللي أرسل لي هذا البلوفر الجميل وهما متجر إدو وغيرها برضو من التشيرتات اللي شفتوها في الحلقات الماضية كلها من عند هذا المتجر الرهيب وللمعلومية يا جماعة بحكم أنه الأنيمي تطور وبدأت تظهر أحداث جديدة متجر إدو نزلوا مجموعة جديدة من التشكيلات تشكيلات جدا خرافية وما فيه أحلى من إنك تتابع أنيمي هجوم العمالقة وإنت لابس حاجة لهجوم العمالقة صدقوني متعة ما رح يستوعبها إلا اللي مرة هيوش فانز يعني زي ودخلوا على متجر إدو رح تلقوا رابط موجود في الوصف شوفوا التشكيلة تبع أنيمي تاكن تايتن الجديدة اللي نزلوها والتشكيلات الماضية برضو وقبل ما تطلب من عندهم أهم شيء استخدم كود الخصم تبعي وجيه علشان يجيكم خصم يحبوا قلبكم أما الآن عزيزي الوجيه أربطي لحزامك عزيزتي الوجيهة أربطي لحزامك ويلا بينا نتكلم عن حلقة اليوم طيب ليش إيرين ألغى قوة التصلب من جميع العمالقة وترك العمالقة الهمجين يعيثون في الأرض فسادة أو بالتحديد في بردايز يعني ما عليش إيرين تسحبنا للمسار اللي كان نايم صحيته واللي كان في الحمام فجأة لقي نفسه في المسار ألما منه صارت فوضى كذا سحبت أمنا على المسار كلنا وجاءت تقول لنا أنا المنقذ وأنا المحرر وأنا سوف أنتقم لكم وللشعب الإلدي وفجأة تسحب على أمنا في الجزيرة مع 300 عملاق يعني ما كان يقدر إيرين أن يرجع العمالقة الهمجين ذولي إلى بشر باستخدام قوة المؤسس ممكن يقدر وممكن لا ولكن أتوقع والله أعلم إن إيرين ترك العمالقة الهمجين هذولي داخل بردايز بس علشان يأخرون أي محاولة لإيقافه لا سمح الله يعني مين بيقدر يوقف هذا الجيش كله ولكن أتوقع يعني بتحليل الوحيد ليش إيرين يلغي قوة التصلب وفي نفس الوقت يترك 300 عملاق همجي في بردايز إلا علشان يأخر أي محاولة لإيقافه أو تأخيره ممكن ما أحد يقدر يوقفه بس ما يبغي يتأخر مطمئة مستعجل وقت بروح يقتل العالم من عارف ولكن غالبا هذه هي الفكرة وغير كذا توقع إن إيرين كمان عارف إنه ميكاسة موجودة وجان موجود ورماح البرق موجودة وفي جيش في ناس تقدر توقف العمالقة بالذات العمالقة الهمجين معاً صاروا حاجة صعبة يقدروا يقتلوهم كذا مش زي زمان فالموضوع زي ما أمتلكم مجرد تأخير وشراء وقت لإيرين في حال إنه أحد حاول يوقفه تقريبا هذا هو أقرب تحليل للموضوع إلا لو عندكم وجهة نظر ثانية أتوقع إنها ممكن تكون بعيدة مرة وزي ما قلت لكم إيرين كمان ما ترك الجزيرة فاضية يعني عارف إنه فيها ناس تحميها وبنهاية الحلقة شفنا إنه العمالقة الهمجين تم محوهم تماماً من جزيرة برادايس السؤال الثاني إيش راح تكون خطة جان وميكاسة وآرمين ومن معهم بعد ما شافوا خطة إيرين المختلفة تماماً هل نوقف إيرين وإلا نتركه يدك العالم لو أنتم ملاحظين طول الحلقات الماضية الرهان كان على إنه إيرين عنده خطة خطة زيك بس ما هي نفس الخطة اللي كانوا متوقعينها كانوا متوقعين إنه إيرين إيش يفكلوا شوية عمالقة كذا يحموا الجزيرة يخوفوا العالم ويقول لهم اللي في أمه خير يقرب وخلاص ولكن هتفاجأوا إنه صار شي مختلف مليون عملاق بقيادة إيرين متجهين إلى العالم علشان يمحوا جميع أشكال الحياة عنه وهذه الخطة اللي ما حد كان متوقعها فآرمين في عيونه كلام إنه جالس يقول يا جماعة وكذا أوفر هتحسون إنه كثير ولكن جان قاعد يطرح أسئلة بطريقة إجابة غير مباشرة يقول إيرين أنقذنا وضحها على شاننا وقاعد يسوي كل شي على شاننا فضلا عن إنه ألغى خطة القتل الرحيم على شاننا واللي قاعد يسويه الآن كله على شاننا شبهونا نوقفوا قبل ما ينتهي الحوار هذا صارت الإشكالية وظهروا العمالقة الهمجين وانتهى الحوار ذا ولكن خلونا ما ننسى إنه الحوار ذا له تكمله متحيلي يعني إيش الناس يقولوا يا الله إيرين الله يشتر عليك نجوفك إن شاء الله على خير إحنا بننتظر هنا إلى إن تكمل عملية التطهير هذه لا أكيد الحوار هذا راح يكتمل وأتوقع إنه أرمن ممكن يحاول يقنعهم بشي مختلف خلونا نروح عند إيرين نحاول نقنعه نحاول ما أدري كيف بيقنعه بعدين إيش هالجي؟ المهم إنه أرمن بيكون له يد ولكن خلونا نتكلم عن أرمن بشكل عام وشخصية أرمن أرمن إنسان مرة طيب وحبيب ويرفض العدوانية والوحشية قد ما يقدر يحاول يخليها محطة الأخيرة فغالبا اللي قاعد يسويه إيرين هو شي مرة ضده أرمن بالتحديد خلو باقي العالم خلو باقي الناس اللي في جزيرة بردائس ممكن يتفقوا مع إيرين ممكن يرفضوه ولكن أرمن بالتحديد دائما ما يرفض الوحشية فغالبا راح نشوف على الأقل فكرة كيف ممكن نقنع إيرين أن يوقف أو كيف نوقف إيرين أو على الأقل كيف نخلي خطة إيرين أقله بشاعة ووحشية تمحي أم الكرة الأرضية وتتركنا راحنا في الجزيرة الصغيرة دي عايشين أحي أحي السؤال الثالثة يا جماعة إيش راح يكون مصير فالكو هو حكاية إنه فالكو يتوكل ببساطة كذا بواسطة أم كوني هو أمر مستبعد تماما وأنا وإنتم يا جماعة الخير نعرف الكاتب مستحيل الكاتب يسوينا السيناريو هذا ويخلي فالكو يتحول إلى عملاق همجي وبعدين يأكل العملاق الفك وآخر شيء يجي كوني يشيله ويخلي أمه تاكله مستحيل السيناريو هذا مستبعد ولكن غالبا راح يكون فيه توجيه معين للقصة عن طريق هذا الحدث يعني مثلا ممكن فالكو يصحى فجأة ويقتل كوني وممكن لا فالكو يصحى ويهرب ويترك كوني في حاله ويروح يحاول يلقى طريق إلى قابل لأنه يحبها أنتو نسيتو الحب نسيتو شرارة الحب اللي اعترف لها في المكان هذا والاحتمال الضعيف جدا والغير مرشح هو أنه فالكو يوصل عند أم كوني ويأكلوا إياها وتقوم أم كوني وتصير هي العملاقة الفك ومعها عكاس هيا بنا نتحرر على ما تجي هذا السيناريو مرة مستبعد لكن زي ما قلت لكم ممكن يتم توظيفه داخل القصة لغرض ما بعدين منشوف شلون؟ إزاي؟ والله مش عارف بتجلسة حاول حلل مع علمي أنه كل تحرياتي اللي جالسة سويها الحين غالباً بتروح في الزبالة بس ليش لا؟ ليش لا؟ السؤال الرابع يلينا وفلوك وكل من هو ضد خطة إيرين إيش راح يكون مصيراً؟ حرفياً بعد انتهاء وفشل خطة زيك شر فشل المتطوعين الآن معاد لهم أي قيمة عسفين زمان كنا نتبع زيك ويلينا علشان خطة القتل الرحيم بلا 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 ما أقول لكم أنه أنا مع أمر سجنهم ولا مع أمر قتلهم ولا أنا مع فلوك ولا أياً كان بس أحب أوضح لكم نقطة هنا مهمة صارت ترى يلينا يا جماعة مرة مكسورة يلينا حالة عن نفسية جداً تعبانة يلينا معطوبة إلينا خلاص ولو تشوفون الموضوع من منظور يلينا راح تستوعبون قد إيش الموضوع جداً مؤلم بالنسبة له المنت خططت وقتلت وخانت وغدرت وطعنت وتهربت وسوت فوضى كبيرة في سبيل إنها تنجح خطة زيك وخطة القتل الرحيم وفجأة تشوف مخططاتها كلها تنهار أمام عيونها كده ترى الموضوع مرة مؤلم مرة الموضوع مؤلم بالنسبة ليلينا علشان كده قاعد أقول لكم خلونا ولشي نشوف نفسيتها كيف أتوقع حالياً يلينا معاد عندها أي شي تخسرو يا إنها راح تهرب وانتوا توقع أنها بتقول أسجنوني أسجنوني أقتلوني معاد أبغى شي بالذات إنها معادها عارفة إيش مصير زيك إلا لو إنه يصيبها الفضول إنها تروح تشوف إيش أحوال زيك فممكن نشوف مقاومة هنا ما بين المتطوعين وفلوكي والشلة طيب ليش فلوكي جالس يحاول يسجنها هي والمتطوعين أتوقع والله أعلم أنه مش بس هي والمتطوعين أتوقع فلوكي الحين لو أي أحد حاول يوقف في طريق إيرن بطريقة مباشرة أو بمجرد تفكير راح برضه يسجنه مش خوفاً منهم إنهم يوقفوا إيرن قلت لكم الموضوع مرة صعب ملايين العمالقة وإيرن من يعارف بالشي الكبير ذاك قاعدين يم في موضوع إنك توقف إيرن لا الموضوع صعب ولكن أتوقع فلوكي راح يسجن أي شخص ممكن يوقف في طريق إيرن أو يحاول يوقف في طريق إيرن مش لأنك تقدر توقف في طريق إيرن يا بقرة ولكن من باب الاحتياط إحنا فاضين قروشة ما إحنا فاضين لك ووجع الرأس أهجدوه أسجنوهم أو أقتلوهم إن لزم الوضع علشان إيش لا حد يوقف في طريق إيرن وتوقع إنه ربما فلوكي ينظم إنقلاب جديد في حال إنه ظهروا معارضين لخطة إيرن ودك أم العالم هذه خامسا والمهم والأهم والأكثر أهمية غالبا زيك زيك يا جماعة حننساول لكيه ولاحظت في الحلقة الماضية لحظة تحول إيرن إلى العملاق المؤسس بطريقة ما احتضن هذاك الكيان أو هذاك الشيء احتضن زيك ودخلوا معه داخل تحول إيرن فهو إما إنه زيك الآن موجود في المسارات متكي مع يومير جالسين يتقهون صبي لحليب يا ولد أو إنه موجود داخل هذاك الشيء الكبير مقيد أو محاصر ما نعارف ولكن الأكيد إنه زيك بخير زيك ما مات أوكي دوره تقريبا معت صار مهم من ذات بعد ما اكتشفنا إنه خطته فشلت وإنه هو أصلا فشل من داخله وشاف إنه معاد منه أي فائدة وإنه كل شيء سواه راحة بقى منثورة ولكن غالبا ما راح يكون ميت زيك ولكن كيف راح يتم توظيف الحدث هذا أو كيف ممكن يتم توظيف توجه قصة زيك مستقبلا برضو ما راح نقدر نجزم ولكن الأكيد واللي أنا ودي أطمنكم عليه هو إنه زيك غالبا مش ميت ولو مات راح تكون فجوة جدا غبية في سجل الكاتب اللي مستحيل يسوي شيء زي كده وبرضو في حال إنه زيك ما زال حي لا تستبعدون إنه ممكن يحاول يوقف في طريق إرح ما هو في النهاية قاعد يسوي خطة مختلفة عن اللي يبغاها زيك ممكن لو زيك بطريقة ما لقى طريق إلى العالم بطريقة ما ممكن نشوفه يحاول يوقف إرح تادسا وأخيرا آني وخروجها من التصلب الآن إيرين يا جماعة ألغى قوة التصلب والدروع وأي نيلة ثاني بمعنى إنه راينر مثل ما قال لو تحول إلى عملاق راح يكون عملاق بلا دروع بدون أي شيء له علاقة بالتصلب وأني نفس الشيء ما راح يكون عندها القدرة على التصلب ولهذا انكسرت صدفتها وخرجت لأنه قوة التصلب معاد صارت موجودة كنيزة عند حاملين العمالقة أنا جالس أحاول أحلل صراحة إيش اللي ممكن يصير ولكن ما في شيء كثير ممكن نحلله من هذه الجزئية بس خلونا ما ننسى إنه أبو آني ظهر في حلقة اليوم وكان مرة خايف بالذات بعد خطاب إيرين داخل المسار وكلنا نعرف قد إيش آني مرة مرة تحب أبوها ولو نفتكر حواراتها القديمة معاه كانت توعده وتكرر وعدها إنها راح ترجع له يوما ما فغالبا لو آني قامت بالسلامة واستوعبت الفوضى اللي صارت خلال السنوات الكثيرة داخل تصلبها وبدأت تفهم إنه إيرين راح يدمر أم العالم ومارلي فغالبا راح يكون توجه آني إنه أنا بروح أنقذ أبويا وأهلي ومارلي أو على أقل أبوها يعني ما في النهاية مرة تحب بس هل راح توصل لمارلي؟ هنا السؤال وهنا برضو ممكن نقتبس كلام راينر لقابي لما قلها إنه فيه مناطيد مخصصة للهروب موجودة داخل برادايس جابوها مارلي فممكن يستخدموها قابي وراينر وآني في حال يعني قدرت توصل لهم ويحاولوا يوصلوا إلى مارلي قبل وصول إيرين كيف يا أبويا تحريت بريالة؟ بس يعني إيش نسوي يا أخي؟ حللوا معايا يا جماعة فيب ممكن ياخذوا المناطيد هذه ويتوجهوا إلى مارلي يحاولوا يسبقون إيرين إيرين هد اللعب يا ولد تكفى 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 أبويا بس أمي وأبويا أمي وأخويا تكفى هد اللعب طيب ممكن يعني يحاولوا محاولة بائسة زي وجيهم إنهم يسبقوا إيرين ويوصلوا إلى مارلي قبله وينقذوا أهلهم وعائلاتهم علاقة جميلة أعادتنا للماضي ولأسوار الجزيرة ولعمالقة الجزيرة الهمجيين ولمعدات المناورة والمشاهد القتالية الجميلة ما بين فيلق الاستطلاع والجنود ضد عمالقة الهمج أو العمالقة العشوائيين والأهم من هذا كله حلقة اليوم رسمت لنا خارطة وإن كانت غير واضحة ولكنها خلتنا نعصر أدمغتنا ونحاول في محاولة بائسة إننا نتوقع ما هو قادم أنا قاعد أضحك لأن توقعاتنا 95% في الزبالة 5% بالصدفة صح الله أكبر أعطيكم العافية يا جماعة المشاهدة تابعوني على سناب شات وعلى تويتر وعلى الإستجرام كلها بنفس الاسم ورح تظهر لكم هنا في الفيديو وضغطوا على زر الإعجاب لو عجبكم الفيديو والأهم من هذا كله شاركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعل جرس التنبيهات عشان تصلكم فيديوهاتي أول بأول وشيكوا على متجر إدو كوت الخصم التبعي رح تلقوهم في صندوق الوصف كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم شكرا